كان حسن البصري بيقول أعرف أقواماً ناس كانوا من قبلكم رأوا القرآن رسالة من ربنا سبحانه وتعالى فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملوا بيها بالنهار مش عبقى كده أنا فاهم أه زي لا أنت فاهم وفاهم وبتعمل بالقرآن يعني أنت مش فاهم بس لا أنت فاهم وبتعمل به فلو تدبرت وفهمت مش هتشبع أبداً أبداً من القرآن ولا من التلاوة ولا من الكلام ولا هيكون همك أنك تخلص الورد وخلصه يلا وخلص بنا خلصت الورد بتاع ولا الجزئين بتاعه لا طبعاً هيكون همك أنت يعني تزيد أنت تتنعم نفسك أيوة فعلاً وتستمتع فعلاً ولا تشبع من كلام الله عز وجل ده اللي المفروض يكون حلنا مع قراءة القرآن فخليلك ورد قراءة وخليلك ورد تدبر كان في بعض السلف الصالح بقول أنه له ختم التدبر بقاله أكتر من 20 و30 سنة لسه ما خلصتش معاه طيب فده عشان بس التدبر التدبر هيخليك تعمل اللي أنت فهمته ده وتبقى جوارحك فهماه وتعمل به مش أقولك بس عامل زي الحمار يحمل الأسفر لا ولا موش بهم حاجة أقول له حافظ بس كده وخلص إحنا عايزين الحفظ يبان على الجوارح فتبقى أنت ذات نفسك قرآن يمشي على الأرض يبقى قلبك ذات نفسه خلقه في القرآن القرآن بيطيب صحبه خلقاً باطن من جواك وظاهراً كمان أنتوا عارفين مين اللي كان كده وكان سبحان الله يعني لهم كرامات اللي علم بطاعة القرآت مين نافع فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة ايه منزلة ده اختار المدينة منزل له ده مين الإمام نافع ليه تقال عليه كده الإمام الجزري كان بيقول عن الشايباني كان بيقول أنه قال رجل ممن قرأ على الإمام نافع إمام نافع كتير جن أكتر من خمسين سنة يقرأ في مسجد المدينة إنه نافع كان إذا تكلم لو كان بيتكلم كده بيطلع من بق ريحة مسجد ده أنا بقولك بس بركات والكرامات الناس اللي لها حل مع القرآن كان يطلع من بق ريحة مسجد فقلت له يا أبا عبد الله أو أبا روايم زي ما بيقولوا يعني يعني كلما قعدت تقرأ الناس طلع مسج يعني من فهم إيه المسج ده وإيه الطيب اللي طلع منك ده وقال له الله أنا لا أمس طيب ولا حط طيب ولا بأقرب الطيب ولا العطر ولا المسج ولكني رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في في يقرأ في بقه الكرآن أول صحي من نوم فمنذ ذلك الوقت أشم منها الرائحة الحسنة وقيل لنافع ما أصبح وجهك يعني وجهك ده حسن وخلقك حسن فكيف قال والله وكيف لا أكون وقد صافحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأت الكرآن عليه الكرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في المنام يعني قانون كان بيقول على الإيمام نافع أطهر الناس خلقا وخلقا ومن أحسن الناس كراء للكراء وكان زهيدا جوادا صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ستين سنة كنت أقول لك خمسين أو ستين سنة دول أهل الكرآن جعلنا الله وإياكم منهم وأهل الكرآن دول أهل الله وخصته ربنا يحبب إلينا الكرآن ويارزقنا التدبر والفهم والعمل به قولوا أمين